الفاطمة من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول هناك أناس يضعون كاميرا مراقبة في غرفة زوجة ابنهم إذا كان غير موجود و يقولون بأنه حتى لا حتى يعني عندهم شك في هذا هل هذا حرام أختي فاطمة من السعودية بارك الله فيك هذا منكر عظيم و إثم كبير و لا يجوز لأحد أن يتجسس على الآخرين فالله جل وعلا حرم التجسس قال و لا تجسسوا و لا يقتب بعضكم بعضا أ يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه و النبي عليه الصلاة و السلام نهى عن مجموعة من الأخلاق السيئة هذه و من جملة التجسس و قال و لا تجسسوا و أخطر التجسس أن توضع كاميرات يعني قديما كان التجسس ما هو هو التقاط السمع يعني التجسس بالاستماع إلى الآخرين الآن التجسس صوتا و صورة قد يكون قديما التجسس بالسماع و النظر الآن كاميرا تسجل كيف من الذي يعني يسمح بأنه هناك أحد يتجسس عليه كيف توضع كاميرا في غرفة نوم الزوجة إذا كان زوجها غير موجود من قبل أهله يعني جرت العادة أن الزوج هو الذي يغار على امرأته و مع ذلك يحرم على الزوج أن يضع كاميرا في غرفة نومه إذا هو سافر أو غاب يتجسس على امرأته هذا حرام و لا يجوز و لذلك على الناس أن يتقوا الله و أن يخافوا الله و هؤلاء يظهر و الله أعلم سامحوني أقول هذا الكلام يعني بعض الناس يسكن هو 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 مريض بالشك مريض بالشك و يحسب الناس كلهم بمثل مرضه يعني اللي مارسه هو في حياتها الطبيعية و لذلك بعض الناس طبيعته أنه لا يتق لا بنفسه و لا بأهله فيذهب و يسحب هذا على غيره يسحب هذا على غيره إذا ساءت فعال المرأة ساءت ظنونه و صدق ما يأتيه من توهمه و لذلك اخت الفاضلة يجب أن يعلم هؤلاء بأن هذا محرم و لا يجوز و عليهم إثم كبير و يجب على المرأة أن لا تقبل بها أن لا تقبل بها حتى لو يعني كيف الآن امرأة في غرفة نومها تتغير ملابسها و تكون بوضعية يعني وضعية الناس الطبيعيين الذين يكونون في غرفهم يأخذون راحتهم و يلقون أثياب أثياب الحشمة يعني طبيعي جدا إنسان يأخذ راحته و وضعية نومه كيف هناك من يراقبه كيف يرتاح الإنسان و لذلك لو تطلب الأمر أنه تفارق هذا البيت لها الحق في ذلك و على هؤلاء يتقوا الله و أن يخافوا الله و أن يعني يرفعوا هذه الكاميرا و أن يزيلوها و لها الحق أن ترفع دعوة يعني هذا انتهاك لخصوصيتها و لو رفعت دعوة إلى القضاء أو إلى المحكمة وقفت معها المحكم بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر